السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله وأقاتكم طلاب أحباء الصف الثالث يعطيكم العافية اليوم إن شاء الله في مادة الرياضيات من الوحدة الرابعة والدرس الرابع بعنوان السعة وهي وحدة القياس ودرسنا لهذا اليوم وهو السعة حكينا يا ثالث أنه أخذنا وحدات قياس الطول وهي الكيلومتر والمتر والمليمتر والسانتيمتر اليوم سوف نأخذ السعة ونتعرف على وحدات قياس السعة السعة وهي اللتر السعة يعني اللتر مجرد أنك تشوف كلمة سعة يعني وحدة قياس السعة وهي اللتر اللتر وهي وحدة قياس السعة طيب إيش هي السعة طيب لو جينا عرفنا السعة نفسها هي مقدار ما يتسع من الإناء الإناء بيكون عندنا إناء جواته مادة تمام مقدار ما يتسع الإناء من المادة مقدار ما يتسع الإناء من المادة أو هو مقدار ما يحتويه السائل هي المادة السائلة الموجودة داخل الوعاء المادة السائلة الموجودة داخل الوعاء حكينا إحنا عندنا علبة ويوجد بها مثلا علبة لبن ويوجد فيها لبن إذن إيش أو بيبسي أو بريق شاي أو سطل مي المقدار المادة الموجودة داخل هذا الإناء إذن السعة هي المقدار ما يتسع الإناء من المادة أو المادة السائلة الموجودة داخل الوعاء المادة السائلة الموجودة داخل الوعاء السعة وهي المادة السائلة الموجودة داخل الوعاء أو الإناء أو مقدار ما يحتويه السائل طيب مثل علبة الدواية الثالث علبة الببسي لتر العصير زي ما إحنا شايفين هون طيب وحدة قياس السعة وحدة قياس السعة وهي اللتر اللتر لقياس الأحجام الكبيرة اللتر بنقص فيها الأشياء الكبيرة والملي لتر ملي لتر ملي لتر ونرمزلها بمل ليش؟ وهي وحدة قياس الأشياء الصغيرة نقيص بها الأشياء الصغيرة طيب اشترت سماح عبوتين من العصير إحدهما بطعم التفاح والأخرى بطعم البرتقال وأرادت أن تعرف أيهما تحتويه كمية أكثر طبعا يا ثالث معنا حفظ ومهم جدا أنه كل واحد لتر كم يساوي ألف ملي لتر كل اللتر يساوي ألف ملي لتر اللتر كم يساوي ألف ملي لتر تمام؟ لأنه الملي لتر لقياس الأشياء الصغيرة والليتر لقياس الوحدات الكبيرة طيب حكينا أنه سماح اشترت عبوتين من العصير إحدهما بطعم التفاح والأخرى بطعم البرتقال وأرادت أن تعرف أيهما تحويها كمية أكثر لنارة سماح اشترت علبة عصير تفاح زي ما هي موجودة معنا هون وعصير برتقال فرغت عصير التفاح فإجا كم؟ ثمن أكواب أربع أكواب أسفة واحد اثنين ثلاثة أربع أربع أكواب وفرغت عصير البرتقال وإجابي كوبين فقط طيب لاحظت أن عبوت عصير التفاح إيش مالها؟ تحتوي على كمية أكثر مما تحتويها عصير البرتقال طيب إحنا ليش هي لاحظت أنه إجت عصير التفاح كميته إجاب أربع كاسات وعصير البرتقال فقط كوبين أو كاستين إذن لماذا؟ لأن عصير التفاح كم كميته؟ واحد لتر واحد لتر وعصير البرتقال نصف لتر طيب الواحد لتر كم يساوي؟ حكينا يا ثالث ألف ملي لتر ألف ملي لتر طيب والنص لتر إذن الألف نص الألف خمسمائة ملي لتر خمسمائة ملي لتر طيب انظر ما هو مكتوب على العبوتين نظرنا هنا أن عصير التفاح واحد لتر وهو كل واحد لتر يساوي ألف ملي لتر لازم نحفظ هاي الوحدات ونص لتر يساوي خمسمائة ملي لتر نص لتر طيب اللتر هو وحدة قياس السعة ما هو اللتر؟ هو وحدة قياس السعة لازم نحفظها تماما يا ثالث نحفظهم هاي وحدة قياس السعة وهي اللتر إذا أعطاك اختار وحدة قياس السعة اللتر ولا كيلومتر ولا سنتيمتر فورا بنضع اللتر طيب اللتر حكينا أن كل واحد لتر يساوي ألف ملي لتر ألف ملي لتر طيب أضع إشارة صح أسفل الوعاء الذي سعته أكبر حكينا أن الوعاء الذي سعته أكبر إيش بيكون بياخد إيش اللي حجمه أكبر بياخد مادة أكتر صح ولا لا عنا هون سطل أو دلو واحد سطلين واحد صغير وواحد كبير الذي سعته أكبر أكيد اللي حجمه أكبر إذن الثاني طيب هون ترموس ماي أو خزان ماي مين أكبر إذن الأزرق لأنه أكبر شكله أكبر إذن سعته أكبر طيب أقدر سعة كل من الأشكال الآتية بوضع إشارة صح أسفل الشكل الصحيح منها طيب عنا بريق في حليب طيب بالنظر هل هو 2 لتر أم 15 لتر 15 لتر يا ثالث مثال تقريبا خزان المي أو أكبر خزان المي بيجي كمان مترين لا تنكت الزيت هاي أشياء كبيرة نقيص فيها الأشياء الكبيرة مثل خزان المي تنكت الزيت لا إذن بالنظر نرى أن الشكل الصحيح المقياص الصحيح وهو 2 لتر 2 لتر طيب بريق الشاي هل هو 10 لتر ولا 3 لتر طبعا 3 لتر مطرة المي إذن على 2 لتر وبكيت العصير إذن هل هو ربع لتر أم 15 لتر لا ربع لتر تقريبا طيب إذا كانت سعة عبوة عصير ربع لتر فكم لتر سعر 8 عبوات طيب حكينا يا ثالث في درس الكسور لدينا بسط ومقام 1 على 4 بسطه 1 ومقامه 4 طيب هو بحكي لك كم لتر سعة 4 عبوات إيش يعني بدنا نحكي ربع وربع وربع كل واحد لتر صحيح يقسم إلى 4 صح وهون كمان ربع وربع هاي نصف وربع وربع هاي نصف إذن هي كمان واحد لتر طيب لتر زائد لتر كم يساوي 2 لتر إذن 2 لتر لتر بدنا نقسم كل لتر إلى ربع لتر واللتر الواحد يساوي 4 ترباع يعني ربع زائد ربع زائد ربع زائد ربع بعطينا 1 لتر وربع زائد ربع زائد ربع زائد ربع بعطينا كمان 1 لتر 1 زائد 1 2 لتر ننتقل إلى الصفحة 184 ومسائل 184 ومسائل طيب حكينا يا ثالث هون بدنا رتب أرقام الأشياء الآتية حسب سعتها تصاعديا تصاعديا يا ثالث مجرد ما أشوف كلمة تصاعديا إذن من الصغير إلى الكبير من الصغير إلى الكبير طيب مين أصغر عبوة معنا رقم 4 إذن 4 بعدين اللي أكبر منها بشوي بتيجي رقم 8 بعدين رقم 3 بعدين رقم 1 إذن 4 2 3 1 تمام 4 2 3 1 طيب هون معنا اشترى أحمد عبوة عصير اشترى أحمد عبوة عصير تمام ساعتها لتر واحد ثم أفرغها في أكواب ساعة كل منها ثمن لتر ما عدد الأكواب التي استخدمها أحمد في إفراغ عبوة العصير اشترى أحمد حكينا عبوة عصير ساعتها لتر واحد وفرغها إجت كم كل منها ثمن واحد على 8 لتر الأكواب التي استخدمها أحمد كم عبوة إحنا عشان يعطينا واحد صحيح تعلمنا يا ثالث إنه الواحد الصحيح لازم يكون بسطه نفس مقام وبعطينا واحد صحيح صح ولا لا طيب ثمن زاد ثمن زاد ثمن زاد ثمن هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة هاي خمسة ثمن هاي ستة هاي سبعة وهاي تمانية تمام تعودنا دائما يا ثالث إنه المقام موحد طيب واحد زائد واحد بدنا نجمحهم في الكسور جمع الكسور واحد زائد واحد اثنين اثنين زائد واحد ثلاثة ثلاثة زائد واحد اربعة اربعة زائد واحد خمسة خمسة زائد واحد ست ست زائد واحد سبعة سبعة زائد واحد تمانية إذن تمانية على تمانية تساوي واحد صحيح واحد لتر صحيح واحد لتر صحيح تريد سعاد تحضير اربع اكواب من الحليب سعاد كل منها نصف لتر وذلك لعمل عجينة للفطار فكم لتر من من الحليب يلزم سعاد لصنع العجينة حكينا سعاد بدأت تحضر أربعة كوان من الحليب سعاد كل منهما كم نصف ومعطيني نصف بدأت تعمل عجينة للفطار كم لتر من الحليب يلزم سعاد لصنع العجينة طيب لتر من الحليب ونصف مباشرة ايش بنحكي نصف زائد نصف زائد نصف زائد نصف ويساوي المقام 1 2 1 زائد 1 2 2 زائد 1 3 3 زائد 1 4 اذا 4 على 2 لتر طيب 4 تقسيم 2 ايش اللي بنقسمه على 4 4 تقسيم 2 4 تقسيم 2 ويساوي 2 لتر 2 لتر حكينا سعاد عندها 4 اكواب من الحليب ساعة كل منها نصف لتر عندنا هاي هاي كوب نصف لتر 1 2 3 4 واجت تعمل عجينة الفطار فكم لتر من الحليب هي بدأت تحدد كم لتر من الحليب عندها 4 اكواب من الحليب ساعة نصف اذا نصف زائد نصف 1 لتر ونصف زائد نصف كمان 1 لتر 1 زائد 1 بعطينا 2 لتر طيب وعندنا السؤال الرابع يا ثالث واجب السؤال الرابع واجب شربة احمد ربع لتر من الماء من عبوة تتسع 2 لتر كم لتر من الماء بقية حكينا انه احمد شرب احمد ربع لتر من الماء والعبوة ايش 2 لتر بدي افهمكم اياها وانتو بتحلوها حكينا هاي عنا 2 لتر تمام بدنا نقسم هاي 1 لتر وهاي 1 لتر وانتو بتكملوا الجواب يا ثالث جدا سهل ويعطيكم العافية